أهلا بكم طورت الكتائب سلاح استقالتها من قنبلة صوتية إلى قنبلة فراغية تمثلت في شغور مقعديها على طاولة مجلس الوزراء اليوم على أن تتحول القنبلة غدا إلى مسيلة للدموع على الأقل بالنسبة إلى الوزير استجعان قزي بعد أن تطرح ورقة الاستقالة خطيا ويخلي وزيراء العمل والاقتصاد وزارتيهما كما أعلن رئيس الحزب النائب سامي الجميل لكن جلسة اليوم مرت على الاستقالة كغياب عادي وبأقل من عادي ناقشت ملف الاتصالات الأخذة إلى الانسهار والتذويب ومن ثم المحرقة على أن يكون عبد المنعم يوسف وحده المجرم الذي لم يعثر على شريك له في جمهورية الإنترنت المسلوق ولأن سيط الرجل يسبقه إلى السجن فقد ارتأت القيادات السياسية والقضائية والشركات الإعلامية المتضررة حصر الجريمة بفاعل واحد ترفع المستقبل عنه الحصانة السياسية وإذا كان عبد المنعم مجرما كاش وبين الأياد ومتوافرا للتوقيف فإن ملف الانترنت يتضمن مرتكبين مجمد حساباتهم القضائية لامتمتعهم بالمناعة السياسية وهذه محاضر لجنة الاتصالات النيابية تنضح بالجهات المتورطة فمن أوقف زعوريا واحدا في الزعرور أين المساءلة في تعديات الضمني وباكيش وعيون السيمان وهل صنفت الدولة سنترال ستوديو فيجين ضمن فئة ستوديو الفن وبناء على ذلك فإن السلطة تذهب نحو صفقة تكفل تصفية الملف بسوق متهم وترك المجرمين الآخرين خارج التوقيف واستبعادهم من دائرة الشك أو تذر الرمادة في العيون لتبعد الأنظار عن خيارات أحلاها مر وإذا كنا مأخذين بشؤوننا الداخلية فثمت تحولات عابرة للحدود تسير الهوين بضابطي إيقاع أمريكي روسي وعلى هذا الإيقاع يلتقي الرئيس الأمريكي غدا ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اللقاء سيجري في البيت الأبيض لكن الخبر جاء من الكويت التي تمنت عودة سفراء الخليج إلى طهران ومتى مد جسر التواصل الإيراني السعودي الأمريكي سلكت الحلول طريقها في المنطقة على النوتة نفسها عزف اليوم رئيس الـ CIA قائلا إن النظام السوري في وضع أقوى مقارنة به في الفترة نفسها من العام السابق وهذا ما دفع المعارضة المسلحة إلى الاستقواء بالأسلحة المحرمة في الغوطة الشرقية بريف دمشق حيث واضربت الجيش السوري بالغازات السامة ترجمة نانسي قنقر